اشتركوا في القناة تحدثت أنا وضيفتي عن الصيام المتقطع لفقدان الوزن اليوم سنتحدث بشكل موسمي تحديدا وانتحدثنا عن فصل الشتاء وموضوع المناعة ونقصان المناعة نتحدث عن الأغذية المناسبة للحفاظ على مناعة الجسم وأمراض الشتاء كل ذلك أكثر من خلال ضيفتي الكريمة الأستاذة رهف سمارة أصعد الله صباح الخير صباح الخير لألك ولكل المشاهدين شرفتنا بقدوم أنا نتحدث بأسئلة عديدة ومحاور عديدة لها علاقة فصل الشتاء، أمراض الشتاء، جهاز المناعة لدى الإنسان البرامج الغذائية، الأطعمة، الأشربة التي تساعد برفع المناعة لدى الشخص وهنا لا نتحدث بالمناسبة عن رجل أمرأة هنا نتحدث بشكل عام برسالة مباشرة للجميع نتحدث عن الأطعمة والبرامج الغذائية التي تساعد برفع المناعة لدى الشخص أول شيء طبعاً مثل ما أنت حطرتك حكيت نحن هلأ بفصل الشتاء فأكيد المناعة هي جزء كتير مهم بس نحن برضو بدنا نحكي أنه تحسين المناعة بجسم الإنسان هي مو بس بفصل الشتاء هي كمان بفصل الصيف بس بدنا نركز بفصل الشتاء نظراً لأنه أمراض اللي بتكون من الجراثيم والبكتيريا الموجودة بالجو أروي شوحات الفلونزة نزلات البرد المختلفة بتكون أكتر منتشرة بفصل الشتاء طبعاً أول شيء تعريف بسيط لجهاز المناعة هو عبارة عن مجموعة من العمليات الحيوية اللي بتحدث داخل جسم الإنسان بتعمل على وقاية الجسم من البكتيريا والأجسام الغريبة والجراثيم التي بتكون موجودة بالخارج طبعاً هو بتكون من مجموعة من الخلايا اللي بتعمل مع بعضها البعض خلايا وأنسجة وأعضاء أهم هاي الخلايا اللي هو كريات الدم البيضاء كريات الدم البيضاء اللي بتنتقل عبر كل أعضاء جسم الإنسان عن طريق الأوعية الدموية أو الأوعية اللي مفاوية نعم تمام؟ هذا بما يتعلق بعمل جهاز المناعة وفي شكل عام وتعليل جهاز المناعة اسمحي لي أن أشير إلى جزئية أستاذي رهف لها علاقة بالبرامج الغذائية هل هناك برامج غذائية موسمية مرتبطة بكل فصل وإن تحدثنا عن جهاز المناعة وفصل الشتاء تحديداً؟ هلأ فصل الشتاء سبحان الله يعني الأكل طبيعته اللي بتكون متوفرة بهذا الفصل بتكون هي أساساً بترفع المناعة بجسم الإنسان يعني من عند ربنا ترتباط الحمضيات تحديداً بفصل الشتاء مضبوط يعني نبلش بالأغذية أهم شيء عندنا فيتامين سي اللي هو أكتر شيء متواجد بكثرة بالحمضيات المتنوعة نعم وكمان بيكون موجود بالخضروات مثل الفليفل الحمرة الحلوة تحديداً الحمرة أكتر شيء بيكون فيها نسبة عالية من فيتامين سي الطماطم الفواكه الفراولة الرمان يعني ممكن نعمل وجبة البوم اللي هلأ كتير منتشرة مع الرمان بحطوهم مع بعض هاي وجبة غنية بفايتامين سي وبدي أكد على لكل المشاهدين أنه فيتامين سي نحن لازم ناخده بشكل يومي حسطين يعني أنا بدي أخذ حسطين لفايتامين سي لأنه هو ما بتخزن بجسم الإنسان وجسم الإنسان غير قادر على تصنيعه فأنا كل يوم بدي أخذه من مصادر خارجية نحن تحدثنا الآن عن الحمضيات مضبوط هل هناك أغذية أخرى تساعد في رفع المناعة لدى باسم الإنسان؟ نحن بشكل عام لما نحكي شو الأغذية اللي بدها تحسن من المناعة أنا عم بركز على الفيتامينات والمعادن اللي بدي أركز عليها حكينا عن فيتامين سي ثاني شي عنا فيتامين إي فيتامين إي ناخده من المصادر النباتية من الجزر تحديداً ومن البطاطا الحلوة اللي هي هلأ برضو بتكون منتشرة كتير بفصل الشتاء وهي موسمية ترى بالنسبة بالضبط طبعاً هي كمان مصدر عالي للنشويات بدنا ننتبه منها فيها سعيرات حرارية عالية وفيها الفيتامين إي اللي هو كتير مهم للمناعة بفصل الشتاء هو بنشرة جهاز المناعة فيه شغلة بدي أحكيها قبل ما أكمل شو هم العناصر الغذائية أغلب الأشخاص يعني ما بيميزوا ما بين العلاقة بين الغذاء والجهاز المناعي بفترضوا أنه نحن لما ناكل هاي الأغذية أنا عم بزيد عدد الخلايا المناعية بس هو مش هك هو اعتقاد خاطئ لها لا هو أنا ما عم بزيد عدد الخلايا نحن لما نكون عم ناخد أغذية غير صحية جهاز المناعة رح يصير في ضعف أما الأغذية الصحية هي بتحافظ عليها في جسم الإنسان وبتدعمه وبتقويه إذن هي أفوصة ما هي الأغذية الغير صحية التي تضعف جهاز المناعة أكتر شيء السكريات معروف السكريات السكريات بتضعف جهاز المناعة يعني حتى في آخر دراسة حديثة أنه اللي بتناولوا 100 جرام من السكر يوميا بيضل جسمهم لمدة خمس ساعات الخلايا الدم البيضاء تحديدا غير قادرة على أنها تحارب البكتيريا اللي ممكن تاخدها نحن الآن ما رح نقدر نبتعد عن السكريات بشكل مباشر أو منقطاع تحديدا لكن كل شيء بقدر باعتدال عشان هيك المفتاح دائما هو باعتدال نتناول كل شيء باعتدال إذن ما هي الكميات التي يجب أن تكون بشكل معتدل تحديدا بما يتعلق بها السكريات خلينا نحكي أهم من الكميات من وين بدي أخذ فصل الشتاء ترى جاذب لموضوع الحلويات والسكريات يجب أن يكون هناك إشارة أيضا وتوعية من خلاله أكيد أهم من الكميات المصدر اللي بدي أخذ منه هاي السكريات يعني أنا مثلا ألجأ لأني أخذ السكر الطبيعي اللي موجود بالفواكد الطبيعية اللي موجود بالعصائر الطبيعية مش قدرني أخذه من المصادر الغير صحية لأن السكر الأبيض نفسه هو سكر يعني كتير مضر للصحة على جميع الأصعدة هو كمان يعني بيكون مسبب لعدة من الأمراض المزمنة مثل السكري حتى ممكن فيه علاقة ربط أحيانا بيحكوا ما بين السكر الأبيض هي مش أكيدة ومش صحيحة وما بين أمراض السرطانات طبعا الأشخاص اللي عندهم مرض السرطان هذا موضوع المناعة يعني جدا مهم لألهم جدا مهم طبعا لأنه أكيد بعد تعرضهم للأدوية الكيموية والإشعاعية مناعة الجسم بتنزل نعم فهم بيصيروا يأخذوا نظام غذاء اللي هو بنسميه اللو بكتيريا الدايت قليل البكتيريا قليل البكتيريا مزبوط نعم الآن العودة على الأطعمة التي تساعد برفع مناعة جسم الإنسان وتحديدا بفصل الشتاء الحمضيات تحدثنا عن هؤلاء الفيتامينات المتعددة أيضا أغذية وأطعمة المعادن بدي أروح على المعادن والأوميغا ثري أكثر شيء موجود الأوميغا ثري بالأسماك تحديدا التونة والسردين ثاني شيء عندنا المعادن بدي الحديد والزنك أكثر شيء مفيدين لقوة جسم الإنسان وبنشطه خلايا الدم البيضاء اللي هي الأساسية في الدفاع وهو جهاز المناعي هو بشكل أساسي كمدافع بعمل بجسم الإنسان الحديد والزنك بأخذه بشكل أساسي من الأسماك من اللحوم من الدواجن ممكن أخذه كمان من البقوليات ومن المكسرات جميل جدا نستكمل أيضا الأغذية والأطعمة هذه فرصة يعني من خلال هذه الإضاءة الصباحية لأنه يكون البرنامج الغذائي حاضر لدى أسيدات وأسادة المشاهدين أكيد كمان عندنا السيلينيوم السيلينيوم برضو بشكل أساسي بيكون موجود بالأسماك كتير ضروري لجهاز المناعة وكمان بيكون موجود عندنا ببذور عباد الشمس أو دوار الشمس كتير مفيدة بذور دوار الشمس كمان فيها نسبة عالية من فيتامين إي يعني ممكن ناخدها كواجبة سناك بفصل الشتاء هلأ هي تعتبر صحية وبرضو بيكون موجود بالبقوليات بالبقوليات مزبوط فيه شغلة كتير أساسية اللي هي البكتيريا المفيدة اللي بتكون موجودة في الأمعاء اللي هي دور كتير كبير بجهاز المناعة البكتيريا المفيدة اللي بنسميها البرو بايوتكس بناخدها من الألبان بشكل أساسي والألياف بتساعد على أنها تحافظ على نسبتها بالأمعاء الألياف اللي موجودة بالخضروات والفواكه المتنوعة حكينا قبل شوي عن اللحوم باختلافها كيف ممكن يكون فيه قراءة من خلالك بما يتعلق بجهاز المناعة اللحوم بشكل أساسي هي بتعطينا الحديد أكيد والحديد هو كتير أساسي للدم ولكريات الدم البيضاء فكلها علاقات مترابطة لحد ما أنه نرفع وننشط من جهاز المناعة ونحافظ عليه وكل شيء بقدر كما تفضلت طبعا كل شيء بقدر يعني نحكي الحصة اليومية من اللحوم اللي هي قبضة اليد جميل جميل سواء اللحوم بيضاء أم حمراء أم حمراء أم حمراء بنصيحة أغدوية أستاذي رهف لمن يتابعنا الآن نصيحة أغدوية لها علاقة بمناعة جسم الإنسان لها علاقة أوكي فيه شغلة كتير أساسية وهي التدخين التدخين نفسه بيقلل من مناعة جسم الإنسان فالأشخاص المدخنين يحاولوا يخففوا إذا قدروا أنهم يقطعوا بيكون كتير أحسن النوم الكافي لأنه خلايا الدم البيضاء بتم إنتاجها خلال ساعات المساء يعني النوم العميق اللي بيكون خلال ساعات المساء نمارس الرياضة الرياضة لها علاقة كمان كتير أساسية بينها وبين جهاز المناعة هي بتحسن من صحة جسم الإنسان وبالتالي بتحسن من المناعة في الجسم الإنسان أنا بدي أشكرك في هذه الصباحات معلومات تقيم لها علاقة برفع المناعة لدى جسم الإنسان ولانتحدث بشكل موسمي فصل الشتاء لا بل على مدار العام شكرا موصول لك يا الأستاذة رهف سمارة اختصاصية التغذية لن أقول ودعا لا بلقاء للقادم من إضاءات صباحية تغذوية عزانا مجددا رعد الرقاد في مشوار الصباح